اهلا بكم في فيديو جديد من الفواح انا باسل النهاردة بعمل لكم تقييم سريع لمجموعة من العطور اللي بستخدمها في الصيف وعطور انا هبدأ استخدمها في الايام الاخيرة من الصيف مع دخول فصل الخريف العطور اللي هتكلم عنها النهاردة هي عطور يغلب عليها الطابع الرسمي والطابع الذكوري في منها عطور دافية وممكن تحس ان هي عطور دسمة نوعا ما هبدأ باول عطر معايا النهاردة وهو جو مالون اوريس اند سندلوود العطر ده جماعة من العطور المبهرة انا مش هتكلم عن النوتات ولكن هتكلم عن الاحساس اللي هيجيلك من العطر ده من العطور اللي انت ترشها كده وتحس بقى ان انت يعني من الافرياء هو عطر فخم جدا عطر فيه ريحة الاوريس اللي هي الجزور اللي بيطلع منها الايرس او يعني النبات القضاحية اللي هو بيدي الاحساس الباودري او احساس اللي بستك ده ده عطر من عطور الصفوة وعطور النهبة انت بمجرد ما ترشه بتدخل كده في حالة من حالات الفخامة بتحس انك اتنقلت العالم تاني جديد ريحة الايرس فيه الممزوجة مع خشب الصندل الكريمي يحسسوك انك فيه مستوى تاني خالص من الجمال ومستوى تاني خالص من الفخامة التوليفة نفسها توليفة مبتكرة كعادة عطور جومة لون والزجاجة نفسها شكلها مانيمالست شكلها بسيط كده وشكلها ثاري بلون اسود لطيف الريحة فعلا بتديك طابع هو فيه لمحة من لمحات اللي احنا ممكن نسميها ميدسنال وده لوجود القورس ولكن خشب الصندل باللمسات الكريمية اللي موجودة فيه بتدي طابع فخم وعميق وممكن تحس في لمحاته في لحظات انه هو سموكي مدخن كده انا بشوف انك تستخدمه لو انت رايح المكتب في الخريف الصبح وعايز تاخد الطابع الرسمي رايح ببدلة او رايح ببليزر وانت عايز تدخل بشكل رسمي بريحة رسمية وتبهر اللي حولك من ريحتك والريحة نفسها معقدة ومركبة ما تحسش ان هي سهلة او ما تحسش ان هي خفيفة فهو هيدي ان انت بعض عنك وتقدر تحضر بيه ميتنجس بس يعني يفضل انك تبقى رش وقبلها بفترة كافية من الزمن وتبدأ يعني تستمتع كده والمحاطين بيك يستمتعوا بريحتك وبجمال ريحتك بيه ميل اكتر لاي الاوقات البردة او الجانب الليلي من اليوم فلو انت هتستخدمه الصبح في الشمس الحرة لو انت خارج بقى الصبح هتبقى في الشارع هتقابل حد فهتطر ان انت تتحرك في الشارع برا مع الحرارة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي في الصيف ما انصحش بيه ولكن اقولك لو انت استخدمته في الزغوف المناسبة هيديك احساس ممتع جدا وهيديك لايف ستايل تاني خالص غير اللي انت متعاول عليه من البرفيمز الديزاينر او النيش العادية او الفروتي او غيره العطر التاني اللي هتكلم عنه مسك المندرين من عبدالصمد القراشي العطر ده جماعة من العطور اللي انا شخصيا بستمتع جدا برحتها هو من العطور المسكي في ريحة مسك واضحة ومع ريحة المسك بتيجي لمسات حمضية في البداية ولمسات زهرية ولمسات خضرة وبشوف ان هم العطور اللي انت تستخدمها لو عايز تحس بالاحساس المبهج احساس مشرك عايز تبدأ يومك كده وتحس ان انت مقبل على الحياة ورحتك حلوة ورحتك جميلة وتاخد ريحة الظهور اللطيفة زي النيرولي تعيش الاحساس ده هو عطر من العطور اللي يصلح للجنسين ولكن من وجهة نظري هو في بدايته بيميل اكتر للجانب النسائي ولكن بعد ما يهدأ هتحس ان هو بياخد الجانب الرجالي بسبب وجود المسك وبسبب وجود لمسة خشبية كده هو من ابتكارات عبدالصمد الكرشي ولكن انا حسيت ان انا شميته قبل كده في اكتر من عطر ومثلا من العطور اللي انا حسيت ان هو شبهه عطر مجلر كولون كان العطر ده عندي حسيت ان هما الاتنين متقاربين مع بعض في الريحة احساس الظهور البيضة مع احساس الحمضيات عطر هينقلك في حالة من السعادة وحالة من الانطلاق فا ارشحولك لو انت عايز تبدأ يومك بشكل لطيف وظريف العطر التالت معانا النهاردة هو جيرلان لوم ايديال اي دي تي لو عايزين بديل للعطر ده سعر ومناسب ورخيص تقدروا تشتروه من دار مونة الياسمين هتلاقي اللينك الخاص به في الديسكريبشن بالنسبة بقى للم ايديال اي دي تي فهو من العطور اللي بالنسبة لي من العطور الذكورية اللي بتنقلك في مرحلة من مراحل الرشد بتخليك كده ماتور كده في رحتك تحس ان انت رحتك ذكورية معصرة ولكن في نفس الوقت فيها من الوقار والرزانة ما يكفي انت تلبس البدلة الجميلة او تلبس الاميس والبنطلون وتنزل تروح الشغل او تنزل تحضر الميتنج او تنزل تقابل اصدقاء العمل او زملاء العمل في اي عشاء عمل او في غداء عمل برا فده من العطور اللي هتلفت لانتباه هو في البداية كده انت بتشم ريحة اللوز مع الفانيلا مع لمسات جلود ولمسات خفيفة من الاخشاب ولمسات ممكن تحس انها مسكية ولكن هو عطر بينقلك في حالة من حالات الفخامة اللي انا ارشحه لك والاداء بتاعه اداء كويس فانت استخدمه وما تخافش ان العطر الخاص به كرحته تروح لها من العطور اللي بتثبت تقدر استخدمه في الاوقات اللي بتنين للبرودة اكتر ويبدع معك في الاجواء دي في الاوقات الحرة برضو تقدر تستخدمه ولكن مش هيديه الاحساس الكامل اللمسات التروتي الجميلة اللي موجودة فيه ببان اكتر في الاوقات البردة من العطور اللي بتدي ريحة لوز ممتعة جدا 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 هو تجربة واسم على مسمى لوم اديال او الرجل المثالي فانا بشوف ان ده عطر الرجل المثالي فعلا استخدمه وعرفني تجربتك في التعليقات بعد كده معي عطر رابع وهو من العطور المفضلة جدا ليا وهو فالنتينو اسنس ماسك او ماسك اسنس ده من العطور يا جماعة الممتعة جدا 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 فيه عطور المسك عطر مسكي تودري ناعم فيه لمسات سويتي وفيه لمحات كده خفيفة فيه ناس بتشمها وناس لقى من الخشب بينقلك في حالة من حالات الفراء ده عطر لو انت مدير او انت صاحب شركة او صاحب عمل وحابب ان انت ريحتك تبقى نظيفة ولكن ثرية تستخدمه بيديك لمسات فعليا مش هتلاقيها فيه عطور تانية مسكية ممكن تبقى غالية اللمسات اللي موجودة هنا هي لمسات كلها فخامة ورزانة ووقورة اوي فرحتها كأنك يعني بتشم صابونة دوف ولكن بمكونات اغلى مئة مرة فاتخال انت الريحة نفسها تبقى عاملة ازاي هو من العطور اللي اصبح نادر تواجدها في مصر فانا معرفش هل انت ممكن تشتريه من بره اعتقد انك لو بيزنسمان هيبقى سهل بالنسبة لك ان انت توفره من بره مصر يعني ولكن هون العطور اللي انصحك ان انت تجربها وتستخدمها والاداء الخاص به اداء منتع بالمناسبة بيستمر طول اليوم وبيجلب الاطراءات بسبب ريحته الجميلة واللطيفة العطر الاخير معايا النهاردة هو امواج بيربز او السبب من امواج اعذروني لو ما قدرتش اجيب زجاجة ولكن سعره دولاتي في مصر بقى مرتفع جدا وانا حبيت ان انا اقتنية للتقييم يعني هو من العطور اللي انا بصراحة بشوف بشوف ان هو واخد طابع فخم جدا وفي نفس الوقت مش من العطور اللي انت تستخدمها لو انت داخل ميتينج عادي او انت رايح الشغل في يوم عادي لا ده عطر انت تستخدمه لو انت رايح في يوم الشغل ولسه واخد بروموشن جاي لك تر ايه يعني ده ما تستخدموش في المناسبات العادية عطر من العطور الفخمة جدا في رحتها في ريحة توابل وفي ريحة عود وفي ريحة خشب وفي ريحة بيغلب عليها الطابع الدخاني والطابع المصي اللي هو الاحساس الخاص باو الريحة الخاصة بتحلب السنديانة فهم العطور المركبة والمعقدة من امواج واللي بتديك لمسات فخمة يعني انت تلبس البدلة الجميلة وتنزل تروح الشغل وتتخيل نفسك كما لو انك بتمتلك المؤسسة اللي انت مدير فيها او بتمتلك المدينة اللي شركتك اللي انت بترقاسها فيها هو بيدي الطابع الفخم وبيدي اللمسات دي بشكل مركب وبشكل معقد وفي بعض الاحيان بعض من الاصدقاء قالوا لي هو بيغلب عليه طابع المشايخ او الطابع الخليجي ده حقيقي نوعا ما بسبب التوابل اللي موجودة فيه والرائحة نفسها التركيبة بتاعتها ما تقدرش يتفرق انت بتشم ايه بالزبط وده كعادة عطور امواجل عطور نفسها معقدة والبلند مخلوطة بشكل معقد وبشكل ممتاز فما تقدرش تحس ان الريحة رخيصة او الريحة رضيئة العطر ده جماعة تستخدموه وما تخافوش من الأداء خالص أداءه بيستمر اكتر من يوم ويومين على الملابس وفي نفس الوقت الفوحان الخاص بيه بينتشر معاك طول اليوم نوجة نظري ما تستخدموش الصبح استخدموه بالليل في الاوقات البردة او لو انت هتنزل من بيتك هتروح الشغل في التكييف تركب العربية مكيفة تنزل تدخل المبنى المبنى مكيف بالكامل وصدقني هيلفت الانتباه وممكن تتسقل عن اسمه وده حصل معايا كانت ريحته قوية جدا ومنتشرة واحد الزملاء قال لي انت راشش عطر خليجي ريحته حلوة جدا يعني طبعا اما قلت له الاسم امواج بيربز يعني استغرب الاسم شوية فقال لي ايه دلالة الاسم ده فاحنا نسأل دار امواج عن دلالة اسم بيربز العطور اللي انا اتكلمت عنها النهاردة دي هي عطور بتستمر معك طول اليوم او اغلب اليوم حوالي 12 ساعة تقريبا فانت ما تقلقش استخدمها وهتتبسط منها العطور دي انا عايز اعرف ايه جربتوها منها وعايز اعرف ايه العطور اللي عايزيني اتكلم عنها الفترة الجاية طبعا بشكركم لمشاهدة الريبيو ده وما تنسوش تدعموني باللايك والسبسكرايب اشتركوا في القناة